هو مش على ما يبدو هو خلاص مؤكد المخرجين المصريين وصناع السينما المصريين مش بقى على عتبة العالمية وما إلى ذلك لأهم بقوا عالميين بما لا شك فيه وبالقطع مش بس مشاركتهم مخرجين أو صناع ومؤلفين موسيقى أو فيه أنهم يصنعوا أفلام أو مسلسلات مع كبريات المنصات أو كبريات الشركات للإنتاج السينمائي أو التلفزيوني في العالم لا إحنا كمان أصبح مخرجنا موجودين في كبريات المسابقات بتاعت العالم يعني أنام أصحى فيقولي عمر سلامة في لجنة تحكيم جوائز أمي آه عشرين تلاتة وعشرين هو عمر عمر المخرن بتاعنا عمر صاحبنا معانا على التليفون زكى عمر ألف مبروك الله يبارك فيك وحشني جدا 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 والله العظيم وإنت قد الدنيا رفع راسنا ومفرحنا الله يخليك صديقنا العالمي احكيلي إيه قصة أمي دي لا قصة أمي ببساطة أنه يعني بساسة مش واجهوني هيا من الناس اللي بتنصق المحكمين من كل سنة في العالم العربي فهم طلبوا البيوغرافي التاعي أو السيرة بتاعته يعني ووشحوها لجمعية الإميز واختروني عشان أكون واحد ضمن لجنة التحكيم اللي بتحكم في المرحلة القبل الأخيرة علشان في الآخر خالص بيبقى التحكيم بتاع اللجنة الجمعية نفسها في الآخر طب ده شيء رائع اشرح لي يعني إيه التحكيم في المرحلة قبل الأخيرة يعني عشان يبقى في الآخر فيه مثلا خمس مرشحين في الآخر فبيبقى فيه زي كده SMS اا او القائمة القصيرة ببقى فيه محكمين للقائمة القصيرة وبيضمنوا وشكل ما اللي ملهمش أي علاقة بالأعمال اللي موجودة اللي هما يحكموها ها اآ بنحكم في accurately او القائمة القصيرة علشان في الآخر يطلع او القائمة الطويلة معنا على الصح علشان يبقى في الآخر في قائمة قصيرة لديها في الآخر الخالص اللي بيحكم فيها بقى كل الأعضاء مش بتبقى لجنة بتبقى كل الأعضاء مع بعض زي ما أنا كده محكم في الأوسكار برضو ففي الأوسكار إحنا في الآخر خالص قلنا في الآخر خمس أفلان مثلا فإحنا بنعمل هوتين كلنا كعضاء الأكاديمية في الأوسكار فكل سنة بحكم في الأوسكار بقى ليه هو يمكن 3-4 سنوات فكواحد من المصوتين يعني طب صحيح وإنت بتحكم في الأوسكار هتعمل إيه مع فوي 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 يعني أنا ما قدرش أقول على الهواء هعمل إيه لأنها لا يعني هل لا لا أنا مش بيسألك هتعمل إيه أنا بقصد على مسألة إنه في ناس تجي تقولك إيه طب ويا ترى يا ترى هل عمر هاي يغلب هواه المصري عندما يتحدث أو يحكم أو ينظر أو يرى أو يقيم فوي 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 ولا عمر سلامة يحكم بس ومالوش دعوة ولا عمر سلامة ساعتها هيحايد ويقف بعيدا عن تقييم هذا الفيلم بص أقولك حاجة واحدة تحية مصر مش هتقولك كتر من كده علشان يعني يعني طبعا ميهاني وكل حاجة بس يعني تحية مصر تحية مصر ألف مرة والله العظيم عمر بس أنت بالنسبة لأمي يعني أنا عارف طبعا موضوع عشكرا بس بالنسبة لأمي أنت أول مصر يحكم في أمي ما عرفش أول مصر أو لا بس أنا بالمناسبة كان معيه في اللجنة مصريين المرات ما عرفش ما قبل كان فيه مصري أو لا بس أنا مسمعتي شخصيا يمكنني كانت بس أنا مش عارف بس إحنا في المرة دي كان معانا آآ الآلامية تالي شهين والآآ آآ 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 كنا كنا إحنا ثلاثا مصريين في الموضوع آآ طيب ده هو بالمناسبة لأمي بمتباش بس آآ مسلسلات هي تبقى مسلسلات آآ برامج آآ أفلام تسجيلية كل ما هو يعرض على طبعا آآ هي الايمي بتحكم فيه فأنت ممكن تحكم على برامج وهكذا وبيبقى حتى إحنا سير ما ينفعش نعلن إحنا حكمنا على إيه ولا مصر من أنهي بلد ولا من أنهي منطقة ولا أي حاجة حتى دي سر يعني نوعية الحاجات اللي هتقيمها ما بتتقلش أنا كنت لسه هقولك هتقيم في الإيه في الوسائقي ولا في المسلسل ولا في لا ممنوع نقول ده في الشروط اللي بنمضي عليها يعني إن إحنا ممنوع نقول خالص إحنا بنحكم في أنهي كاتجريا أو أنهي تريتوريا يعني في أنهي قسم أو في أنهي منطقة لأنه هو بيتأكد بشكل ما إنه هو يبقى عنده آآ 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 تأكد إن إنت مش ملكش دعوة بالمنطقة دي أو بالكسم ده وفي نفس الوقت آآ بيتب أنت بتمضي زي على تعهد كده إنه آآ إن إنت ملكش أي علاقة بالعمل اللي إنت بتحكمها وآآ آآ وهكذا وآآ وده إن شاء الله يعني إحنا حصل قبل كده إن كان في آآ منا شاركة رشحة للهيميز آآ آآ طبعا في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة صحيح وإنا أعتقد آآ خد بالك آآ يعني إحنا مثلا لما عملنا مسلسل مع نيتفليكس كان أول إنتاج آآ مصري لنيتفليكس كانت نيتفليكس هي اللي مهتمة جدا آآ في إنها توصل آآ آآ الحلقات عشان تترشح بالإيميز نفس الكلام في المسلسل الثاني لما عملنا شاركة دي خلت الترشيح كانت تساهد فأتمنى إحنا كمان في أعمالنا يبقى عند المنتجين والمنصات المصرية ودي حاجة تبقى مهمة جدا جدا أنت موجود عن نيتفليكس ببارانورمل اللي هو ببارانورمل ما هو الطبيعة فدي حاجة مهمة جدا إن دي حاجة يعني خطوة مش مهتمة فيها أو يستمر على المصرين إن هم أو المرصات أو القنوات المصرية إنها تحاول تسعف ده مع إن إحنا عندنا عمل أنا متأكد نيجيار سينية ان فيها مستوى من الاخراج والتصوير والتنسيز وغيره تستحق جدا انها تنافس عالميا حتى في رمضان اللي فات ده مزاجاتنا المصرية اعمالنا المصرية المتلسلات كان فيه كذا مسلسل انا شايف انهما في مستوى حاجات عالمية لكن احنا دايما بنقصر شوية في حتة ان احنا نحاول نوصل شؤوننا للعالم مع ان ده ممكن يكون فتحة مهمة جدا لسياحة والتسويق اعمالك عالميا اعمالك كاملة عيشة على ده بس ان هو يدبلج ويبعث للعالم فاعماله توصل فسيحته تكبر فدخله من الدولار يزيد فاحنا متى ساعات كتير بالناسنا اعمال جيدة جدا بس العالم بيسمعش عنها اخر عمر بص اللي انت بتقوله ده هو متفق جدا مع الرؤية يمكن كانت شديدة التركيز اللي انت قلتها فيه جلسات الحوار الوطني على كيفية غزو الفيلم الكوري للعالم امريكا ده دي كانت جملتي بالزبط انا كانت سلمتي في الحوار الوطني عن فكرة انا واحد قلت اه ان انا جاي انها ده احكي على التجربة الكورية لان انا ذكرتها كويس قوي على اصدار الى الشين سنة اللي فاتت وتوصلت معاهم بكذا طريقة ودرست النموذج الكوري لان كوريا هقول حاجة على الهواء كويس ان انت بجيني المنصة دي كوريا في يوم من الايام عملت صناعة جبيرة جدا جدا ويوتيزت صناعة بعد كده نزل فيلم امريكي واحد لو جاب فلوس في العالم اكتر من كل صناعتهم في كل صناعتهم المختلفة فقال لك خلاص احنا عايزين بعد خمسين بعد خمسة عشرين سنة الزبط دي دي خطب لواحد اه رئيس كان موشح نفس ان يبقى ايضا جمهورية وكيس التعالب قال انا خطتي الخمسة عشرين سنة جاية ان انا اخذوا بثقافة كوريا العالم عشان يبقى فيه فيلم اصفر خط اه بياخدوا فيلم كوري يبقى فيه فيلم اسكان بياخدوا فيلم كوري الماسدكة الكورية بتتتمع في العالم صح المساسرات الكورية بتتشاف في العالم بعد عشرين سنة بالضبط يا يوسف ده حصل بالضبط كأن الرجل كان بيشوف المستقبل ده خلى من كل اه تلتاشر امريكي امريكي من كل تلتاشر امريكي زار كوريا على اقل مرة تياحة فده رقم عالي جدا جدا وكوريا مفهاش لا اهرامات ولا نيل ولا بحور ولا شواطق ولا اه 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 اثار فكوريا عرفت اه تازب العالم كله سياحيا بفنه والنهار ده بعد اه عشرين سنة اللي بيحصل بسبب ده ايه مفيش شارع في في الكوكب مفيش ركنة عربية كوري مفيش بيت في الكوكب مفيش جهاز كوري فكوريا غازت العالم بسمعتها لما عارفت تخذ العالم بثقافيتها ناد اكتر نوع موسيقى بتسمع في في امريكا وجروبا الكيبوب اللي هي المزيجة كوري اللي هي بيتكلمه جو كوري ايوه محاقش بيتكلم كوري في العالم غير كوريا صح لكن احنا عندنا لغة مثلا بيتكلمها مليار جاسية فاحنا لو لو دي بقت خطة مهتمة بيها والعرقيل بتاعتها آآ آآ راح آآ مش يعني اتلاغت وآآ وحصل لها دعم انا بقولك في يوم الايام الناس هتبقى جاية مصر عشان تاكل في كشر الفلاني او آآ عايزك جيب منتج مصر هي عشان عشان هما بيشوفوا الاسلام من مصر فاحنا عندنا فرصة رائعة عايز اقولك في سياحة ما في سياحة الافلام فقط ان انت فيلم بتحب وشوفته. طبعا. عايز توحة المكان اللي هو تصور فيه. طبعا. في بلاد. عايشت على ده لما تصور فيها اعمال العالمية. فاحنا حتى الاعمال العالمية اللي بتتصور على انها في مصر يوحي ثورات تانية مجاورة. بسبب عراقيل ما عندك انت في البلد ما بتتعصلك عملة صاحبك اتدخلالك. السياحة بتاعت سانترو بي انت قادرة يعني. قامت على فيلم. ما ايش انا مسمعتش ايه? بقولك السياحة في سانترو بي في فرنسا قامت على فيلم. بالضبط. اللي اصبحت واجهة اغناء العالم. بالضبط كرواتيا نفسها زالت السياحة عندها امتين وتلاتين في المية بعد بس ما اتصورش هيجي مفترون. يعني السياحة لو كان بييجي خمسة مليون ساقح بقى بيجي اتاشر مليون ساقح بسبب مسلسل واحد اتصور في كرواتيا. الله. فانت عنتك كنا في مصر. اه اه انت مناخ شبه طارد للاعمال العالمية اللي هتتصور عندك. اذا. يمكن انا كنت حاضر الجلسة بتاعت الحوار اللي انت اتكلمت فيها احنا تقابلنا ساعتها حتى هناك انا وانت والدياب وبيتر ميمي وحاجات زي كده. وانت عادت عارضت ويوجد نظر. وانا من ساعتها الموضوع عمال بقلبه في دماغي. اوباما اني غاوي اكل فبدأت اركز مع الاكل الكوري اكتر كمان. اه والله اله. انا قاعد عمال بحلم باليوم اللي سافر في كوريا عشان اكل كمشي. هموت. انا عايز اقولك على حاجة انا سافرت كوريا شخصيا. هناك الاكل ما كنتش قادر اشمه ومش هاكله. يعني الاكل الكوري لما تاكله في امريكا او في مصر احلى بكتير من الاكل الكوري اللي في كوريا. ما تقوليش كده عشان هسافر واكل الكوري يعني هاكل كوري. هسافر واكل كوري يعني هاكل كوري. مش بزار بالنسبالي. بتاكل اكتر يعني شهيتك احلى مني يعني. هوه باين. لا لا اذا انت بيت سنباتيك خالي. الله خليك حبيبي. ايوه طبعا بطل اول افلامك حاجة اكس 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 الارج كده ولا حاجة. لا انا انت بيت ميديم خالي. اشكرك رب ايا سلام شمجعني اكتر. والله انا بدأت رجيمة عمر بحاول. عمر انا عايزة استأذنك في انه زي ما قلتلي كده في نص المكان. ما قلتلي اشكرك انك انت فتح لي منصة للحديث حول هذا الموضوع. وهالمتعلق بازاي الثقافة الكوريان تطرت في العالم مع الصناعة الكورية الاخره. شوف وقتك تنورنا هنا وناخد الموضوع بقى بثاء بشكل اكثر اتساعا وناخد راحطنا اكتر في الكلام على ده. اتمنى. ودعم صناعة السينما في مصر ونفكر فيها بشكل حسنا. يعني انا فعلان هيبقى مصدر رزق جدير جدا لمصر. يا ريت. يا ريت. اشكرك عمر وقال فمبروك كمجرة العادة. الحقيقة من قلبي يعني انت عارف انا احبك قد ايه وحب شغلك قد ايه. ومبروك على انك دائما ما تمثلنا بشكل عالمي ومشرف. الحقيقة انت وكل الزملاء والاصدقاء والمنتجين والمبدعين والمخرجين والصناعة السينما المصريين. كل الشكر المخرج. شديد التمايز. الحقيقة عمر سلام.